رجعنا لكم مشاهدينا من بعض الفاصل وهذا الفقر رح نتكلم فيه عن موضوع جدا مهم لما بالعادة الواحد يمر بأي أزمة مالية أول شيء يسويه يقترض المال أو يتسلف من الأقارب أو الناس اللي حوله من أصحاب أصدقاء وغيرهم لكن اللي دايما ما ينحس اللي ما نقدر نحسب حسابه أنه من الأمور اللي ممكن فعلا أنها تدمر العلاقة وأيضا سبب خسارة في العلاقة سنتفلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن البلوي محامي ومستشار قانوني أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن يعني بنعرف أنه بالعادة الواحد لما بيحتاج شخص خصوص في المواضيع المالية يلجأ لأقرب إنسان لوح اللي منعا من الحرج وغيرها لكن للأسف أنه في مشاكل كثير بتصير من وراها يعني برأيك هل نقدر نتكلم عن بعض القضايا اللي تكون تحت السلف والدين اللي تكون بين الأقارب؟ يا أهلا ومرحبا نعم بنواجه حاليا عديد من هذه الحالات بتكون السلف بين الأقارب أو الأزواج بتسبب هذه الحالات طبعا للأسس في معظم الأوقات مشاكل بسبب استقاة وعدم التوثيق عدم التوثيق طب معلاش خلينا أسلك هل تعتبر يعني نسبة القضايا تعتبر كبيرة؟ يعني هل ممكن توصل مرحلة لمحاكم ما بتنحل بشكل ودي؟ نعم للأسف بتمر علينا حالات كثيرة بتتوجه غالبها للمحاكم بيكون السبب الرئيسي طبعا زي ما ذكرت عدم التوثيق بين الطرفين للأسف سواء كانوا أزواج أو أقارب فيكون عادة أن هذا عدم الالتزام هو السبب الرئيسي في خلق هذه المشكلة بين الطرفين وجوء أهل المحاكم وفي العادة للأسف نجد أن حين التوجه للمحكمة أنه السبب الرئيسي تم التحويل على ثقة أو تم إعطاء هذا السلف على ثقة صحيح طيب أستاذ عبد الرحمن الآن خلينا أوكي أنا أختي لو طلبت مني سلف ما هقول لها تعالي نكتب ورقة ويلا وقعي أو زوجي طلب مني أنه يمر في أزمة مالية وأنا هعطيه هذا المال أنحرج صراحة أني أقول له تعالى وسجلي ألا يعتبر التحويل المالي؟ لو أنا عارفة أني قد أتطرق أو قد أتعرض إلى مشكلة مع زوجي أنه ما يرجع لي هذه الأموال وأتعمد إعطاء هذا المال عن طريق الحوالة البنكية عشان أحتفظ بأصل التحويل أو بسند التحويل وأستخدمه في وقت ما اضطريت أني أرفع قضية هل يعتبر دليل على هذا الشيء؟ طيب خليني أشرح لك نقطة التحويل الآن أنا معاك نعم للأسف الغالب يحرج بسبب الثقة العائلية والقرابة العائلية ولكن التحويل هنا لا بد كتابة غرض التحويل ممكن كتابة سبب التحويل القرض حسرة مع أنه ذلك بحد ذاته غير كافي خصيصا أن اليوم نحن دولة نظام فوجد وضع النظام لحل والحد من هذه الخلافات فاليوم إذا تزاد المبلغ عن 100 ألف ريال يجب أن يتم كتابة ذلك نعلم أنه محرج في كثير من الأحوال ولكن إذا تجاوز 100 ألف ريال حسب نظام الإثبات الصادر يجب كتابة ذلك فالأمور المالية لكي لا تكون في بدايتها مصدر إحراج وتنتهي في محكمة في كتاب الله والله وصالة تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدرينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فإذا تزاد المبلغ عن 100 ألف ريال الوضع لا بد التوتيق لا أكتفي فقط بحوال أو كتاب الشرد حسنة طيب إحنا أستاذ عبد الرحمن إحنا مثلا أنا بحول لأختي أو زوجي خلينا في موضوع الزوج أنا بحول لزوجي 100 ألف ريال على حسابه في خانة الغرض من التحويل كتبت أنا رحت كتبت ما هكتب قرض حسن هكتب تحويل مثلا للسبب اللي هو يبغى مني سلفة سلفة لغرض شراء سيارة كتبتها أنا ما أقدر أروح أقوله تعالى وقع لي على ورقة أنك استلفت مني ما في زوجة تقدر خلينا نكون وقعيين لكن وأنا أحاوله عبر البنك كتبتها في بند الغرض من التحويل ألا يؤخذ كمستند قانوني إلا نعم يؤخذ فيه ويعتد فيه ولكن هذا يعتد فيك قرينة وليس كدري إلا أن تبت العكس طيب أستاذ عبد الرحمن ممكن تكلمني عن طرق التوثيق الصحيحة أفضل طريقة هو كتابة الدين على تبيل المثال بسند الأمر أو كتابة صيغة بسيطة لكتابة هذا الدين أن هذا الدين هذا المبلغ تم إعطاؤه لغرض كذا وقدره كذا ولمدة كذا بذلك يعني ورقة من سطرين أو ثلاثة أو البديل النظامي الورقة التجارية هي سند الأمر سند الأمر وضع النظام هو ليكون ورقة تجارية لأي مبلغ آجل إذا افترضنا أن الزوج طلب سلطة لمدة سنة خبيرنا نفترض يمكن كتابة سند الأمر سند الأمر هو ورقة تجارية مشابه للشيء عبارة عن تعبئة بايانات بسيطة ورسالة الواتساب حال ممكن أنها برضو تأخذ بها إذا كان الصياغة والكتابة عن طريق الواتساب نعم يعتد هذا برضو كدليل ولكن المعنى في طيغة الكتابة المكتوب بشكل ياضح لدقيل يعني اليوم كأجراء قانوني الأفضل هو أن يتم كتابة سند الدين بورقة تسب الزارق بشكل واضح التحويل بحد ذاته ليس كافي إلا إن ثبت العكس طبعا نعم والله أستاذ عبد الرحمن أحييك وأشكرك على هذا التوضيح ولكن ما زلت أعتقد أنه هيكون إحنا متربين على الإحراج في هذا الأمر خاصة نمو دخلوا السجن وإحراج لي يعني ما عرف أنا والله عشان أن نتكلم أكثر روح في هذا الموضوع أنا حابة أن نضم لنا الدكتورة زهرة المعبي وهي أكيد أيضا لها رأيها ولها إضافتها في هذا الأمر دكتورة زهرة مستاك الله بالخير أحلى وسهلا وحياكم الله يسعدكم يا بناتي دكتورة زهرة في فقرة سابقة يمكن من سنة طلعنا أنا وأنتي في نفس الفقرة وكنت أقول الزوجة لا تقرضي زوجك ولا تسلفي لزوجك ولا تعطي زوجك عشان ما نوصل نتكلم اليوم روحي قاضي زوجك لا 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 يا بنا يا بنا تشوفي أخوكي أخوكي وولدك وزوجك هؤلاء لا تقرضيني أيوه أبداً، يوم ما تسلّف يوم لا تفكري، لا تفكري، أن ترجع المبلغ لا تفكري، الأخو يغادرك وزوجك يطلقك، ولدك يصير قديم ويبعن عنك ويجري التمانع لا تفكّروا تسلّفوا هؤلاء التلعب والقرآن كان واضح، يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله، نحن عدنا منهج تيجي تلتحي آخر آية في سورة البقرة أو قبل آخر آية، أولاً أطول آية، أطول آية في القرآن هي آية الدين آية الدين، تبقوا الدين وأكتبوا، هي معاها ورقة صح، واحدة منكم قالت أنا ما أقدر يوم من الأيام أشتكي زوجي، لكن عندها ورقة دكتورة زهرة، دكتورة زهرة، هذه الورقة زي ما بيقولوا، بلّيها واشربي ميتها لأنه أنا الورقة هذه، يا أخدها، أطلع فيها على المحكمة، يا أطلع فيها على المحكمة، إيش هستفيد من الورقة إذا كتبتها؟ الورقة هذه هي الخطة الفاصل بينك وبين علاقتك مع زوجك، أو مع أخوك، أو مع ولدك، هي الخطة الفاصل، أو بعض الأقرباء، أو المقربين جداً، أو الأصدقاء، كثير من الأصدقاء، أتقاطعوا بناءً على أنه سلف صاحبه مبلغ، وصاحبه، نقول، نقول، أنه، يعني، ما يبقى يأتيه، ما يبقى يأتيه، عارف واضح تماماً أنه طيب مرح يشتكيه، طيب لو وصل إلى مرح أنه فإنه يبقى يشتكيه، واشتكاه، يمكن أن يطلل سكئ الإنسان، هل سكئ الإنسان هو هذا الذي أنا أقوله والأمويته، ماذا استفدت؟ لم أستفدت شيئاً، فأنا لدي صديقة، نحن لا أقول أننا نسلف بعض، نحن الحمد لله سترغط على بعض الصديقات، نحن نشتغل على الجمهيات، نشتغل على الضروض، نشتغل على كده على كده، عندنا صديقة تقول أنا حاسة يمين، أنني لا أسلف أحد، هي رفعة الحرج عن نفسها، عمره ما أحد سألها، وهي من شاء الله مرتاحة، وعندها خير، عمره ما أحد سألها، وقال لها تسنفينها، لأنها قدمت بما معناها قدمت الجكعة، هنا حاسة يمين، وما تسنف أحد، وما تقلب أحد، لكننا الآن بالصدد، أن تسنف أقربائك، تسنف زوجك، تسنف أخوك، تسنف ولدك، هنا هنا الحكاسية في الموضوع، يعني أنا مر عليه وعلى رأسي هذا، بخبرة 33 سنة، من الزميلات، والصديقات، والمريتين بيّا، إنهم كانوا يشتغل أزواجهم، أزواجهم ما يردون لهم، وكم من الزيجاج، أنتحت بالطلاق، مو بسبب الدين، لأ، أنتحت، لما جاءت تطالب بالقرب والدين والسلف، قال لها مالك شيء مندي، سلام عليكم، والله يا دكتورة زهرة، شوفي، أنا هذا الموضوع، أنت لما ابتديتي فيه، قلت لا تقرضي، ولا تسلي في زوجك، ولا تسلي في ابنك، ولا تسلي في أخوك، إذا أنت تبغى أن علاقتك تستمر، لأنه هذا معاهم، السلف رايح في طريق ما في رجعة، صح أو لا؟ نعم، أعتبر، أسمع، أعتبر المبلغ الذي تقدميه كسلف، أنه تتري عليه، مدعي، إذا أخنيه لغي دايا، خلاص يا أخي الليلة، تجمعنا، مرة ما يصير عنك، يعني لا تقتب حسابك، أنه رصيدك هذا، سيرجع، لا أبدا، فيه، واحدة مني، وحدة مني، واحدة مني، وحدة مني، بعت بيتها، في لديها مبلغ مختلف، وحي من الأخوانها، أبني، 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 بعمل مدعي، طيب، سلفتوا المبلغ هذا، لليوم هذا ما رجع، والله يا دكتورة زهرة، صراحة، كل ما ذكرتيه هو واقع، صراحة، القصص هذه نسمع فيها كثيرا، أشكر الدكتورة زهرة على تأكيدها على معلوماتي بصراحة يا رؤى، أنا دائما يمكن وما زلت أرى أنه خاصة، شوفي، أنا، ما عندي مشكلة أخوي يأخذ مبلغي ولا يرجعه، ما عندي مشكلة أختي تأخذ مبلغها ولا ترجعه، عندي مشكلة أن زوجي يأخذ المبلغ وما يرجعه، لأني أنا أعتقد أن على الزوج واجب النفقة، وإذا مرت في أزمة مالية، ودائما أقول إذا مرت في أزمة مالية يا بنت الناس سادي، بس يكتب ورقة، ولازم يقبل أنه يوقع على الورقة، وإذا هو حتى يمكن تجي الزوجة تقول له سلفني، يمكن هو مش ملزم يجيب له سيارة تقول له عطني المبلغ، أنا برضو أكتبها ورقة، هذا الكلام يزعل؟ أنا شوف لا بصراحة بالعكس أن الواحد يكون ضامل، حتى يكون مبني على ثقة وعلى حب كل شيء، لما كان مبني على ثقة بالأساس أصلاً ما طلب مني أني أنا أسلفه، بس في الآخر هذه حقوق، وإحنا نعرف دائماً الفلوس للأسف أنها، أنا بالنسبة لي واحدة من مداخل الشيطان الفلوس، ما حبها، مئة بالمئة، أنا واحدة ما أسلف أحد أبداً أبداً أبداً، وزي ما قالت الدكتورة، أنا من الناس اللي رافع الشعار، لا أستلف ولا أسلف، قبل كده، السلف تلف، والرد خسارة، هذا الشعاري في الحياة في هذا الأمر، لا أحد يسلفني ولا أسلف أحد، على كل حال مشاهدينها كانت فقرة جميلة جداً، من صراحة طلعت منها بفائدة أكيد، وقاعدة أتمنى تستفيدوا منها، بعد الفاصل عندنا أسباب زيادة اضطراب، فرط الحركة لدى الأطفال، وهل يدعو للقلق؟